أمريكا تمنح الموافقة الكاملة للقاح موديرنا باكستاني ينهي حياة أسرته بسبب لعبة باب جي زوجان يستنسخان مكتب الرئيس الأمريكي في منزلهما هذه الأخبار وغيرها نقولها لكم من قناة العربية أهلا بكم بعد أن حصل استخدامه في الحالات الطريقة فقط حصل لقاح سبايك فاكس المضاد لكورونا الذي تنتجه شركة موديرنا حصل على موافقة إدارة الدواء والغذاء الأمريكية إدارة الدواء والغذاء قالت في بيان إن سبايك فاكس يافي بمعايير الإدارة للسلامة والفعالية وجودة التصنيع المطلوبة لأي لقاح يعطى موافقة للاستخدام في الولايات المتحدة فيما تقتصر الموافقة على البالغين الذين تبلغ أعمارهم 18 عاما فما فوق إلى باكستان حيث دعت الشرطة الباكستانية إلى منع لعبة الفيديو الشهيرة بابجي بعدما أقر شاب بأنه قتل أربعة من أفراد عائلته تحت تأثير هذه اللعبة الشاب كان قتل والدته وشقيقتيه وأحد أشقائه مؤكدا خلال استجوابه من جانب شرطة لاهور شرق باكستان أنه أقدم على فعلته هذه بسبب تأثره الشديد بلعبة بابجي حيث كان مدمنا عليها ويعيش في عزلة تامة بسببها بسعر يتجاوز المليون دولار عرض زوجاني في الولايات المتحدة منزلا للبيع يضم نسخة طبق الأصل مكتب الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض المكتب يحتوي على قطع الأثاث نفسها الموجودة في المكتب البيضاوي فيما تبلغ مساحة المنزل المكون من طابقين نحو 940 مترا مربعا مع 6 غرف نوم 8 حمامات مسبح داخلي وغرفة ألعاب وأيضا مسعد في حادثة جديدة شهدتها مصر لقي زوج وزوجته وأبنائهما الخمسة لقوا مصرعهم اختناقا بسبب تسرب للغاز في شقةهم شمال القاهرة تسرب الغاز أصبح مشكلة كبيرة في مصر حيث خلال الأشهر الماضية حيث يلجأ الناس إليه عادة في فترة الشتاء خصوصا في وسائل التدفئة وسخانات المياه في الحمامات فيما شهدت البلاد عدة حالات وفاة مؤسفة لنفس السبب نختم من عالم الفن حيث طرحت فنانة وممرضة متدربة إيرلندية عملها الثالث المستوحى من كوفيد 19 للبيع في مزال وأطلقت عليه اسم كورونا ليزا الشابة أعادت في لوحتها هذه رسم تحفة الموناليزا بشكل مستوحا من عصر الجائحة فيما ستتبرع بثمنها لدار رعاية الأطفال الوحيدة في أيرلندا اشتركوا في القناة